أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة نانسي وأهلا بالسادة المشاهدين والمتابعين وصباح النور والسرور على حضرتك بالمؤشر زي ما حضرتك ذكرت في التقرير الرائع لسبق اللقاء في واقع الأمر بيئيس مجموعة من المؤشرات المركبة هو توليفة من مجموعة من المؤشرات ولكنها في مجمالها تركز على سلوك القطاع العام أو سلوك التعامل مع القطاع العام فيما يتعلق بالأمور المالية والتعامل مع مناخ الحريات فيما يتعلق بالمعيار الآخر أو المؤشر الآخر التوليفة الأخرى من المركبات المؤشر تحديدا بيتحدث عن آليات إنفاق المال العام الطريقة التي يقوم بها الشكل المحاسبي للإنفاق الشكل الذي يتم به المراقبة والمحاسبة وكذلك القدرة على سيطرة المجالس النيابية والمجالس المختارة في السيطرة على أداء الحكومات وربما كان بسبب هذه التركيبة المعقدة نجد أن كثير من الدول حتى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك المملكة المتحدة تحتلوا مركزا ربما يكون متأخرا نسبيا نتحدث عن مركز 67 مثلا للولايات المتحدة الأمريكية المركز 78 للمملكة المتحدة وهي دول عريقة أو شديدة العراقة في الديمقراطية إلا أنها كذلك تأثرت نتيجة لتركيبة هذا المؤشر وتدهور مركزها عاما بعد عام وربما في العامين الأخيرين تحديدا لم يحدث تغيرا كبيرا أو انتقالا في المراكز بشكل كبير ولكن في مجمل الأمر التراجع واضح جدا في هذا المؤشر وأثني على كلمة حضرتك في البداية ربما أن هذا الفيروس الفساد أكثر خطورة وأشد وطء من أوميكرون وكل متحوراته فعلا دعنا نتحدث دكتور باسم قليلا عن الدول العربية بشكل عام لم تبلي بلاء حسنا ولكن لكل قاعدة استثناء شفنا كان هناك بعض البلدان التي نجحت في أن يكون تصنيفها جيد من بين دولة الإمارات يعني ما الذي جعل هذه الدول بتصنيف جيد وماذا عن هذه الهوة بالعالم العربي بسؤال تاني في محله وبشكرك عليه وده واحد من أهم المحاور اللي ما ينفعش لقاء زي ده يعدي من غير ما نتناولها بالإشارة على الأقل الأساس في الحكم على مدى الشفافية أو انعدام الفساد أو تأخر مستوياته في دولة ما هو ما يسمى بشفافية الإدارة إذا كانت الإدارة العليا أو ما يسمى بالنظم الحاكمة للإدارة النظام الحاكم أو الـ governance system الذي يحكم أداء الحكومة أو الذي تقوم بمقتضاه آليات تشغيل العمل الحكومي ودولة الحكومة هي التي تفضي في النهاية إلى تحسن هذا المعيار من عدم الولايات الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل الدول التي تتمتع بمستوى عالي جدا من الشفافية هذه حقيقة لا ينكرها شاء من شاء وأبى من أبى هذه حقيقة واضحة للعيان حجم كبير جدا وضخم من الشفافية في المحاسبة في الإنفاق حتى في نشر كل البيانات المتعلقة بالدولة ودولبها ومؤسساتها وبالتالي يوجد قدر كبير من المعلومات المتاحة وربما كان الجزء الخاص بالشفافية ونشر البيانات واحد من أهم العناصر أو الألمانس الرئيسة في تركيبة المؤشر وبالتالي كلما زاد حجم الشفافية في البيانات حجم الشفافية والوضوح في طرح المعلومات المتعلقة بالمال العام وبدوليب الحكومة كلما زاد التصنيف في المؤشر وتأتي بذلك الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول العربية باقي الدول العربية حقيقة وكلنا في الهم شرق كما يقولون يعني تعاني بسبب بلن أقول فسادا مباشرا في الإدارة الحكومية ولكن تأخر نسبي في مستويات المحاسبة والشفافية المالية والوضوح في مستويات الرقابة أو غياب الوضوح في مستويات الرقابة والمسائلة وربما العديد من المؤشرات الأخرى اللي بتساعد على تأخر هذا التصنيف من ضمنها حرية التعبير على سبيل المثال والاهتمام بحقوق الإنسان والمستويات المختلفة ليه كل ده بيسهم بشكل أو بآخر في تأخر مستوى التصنيف ناهيك عن بعض آخر وهو عدم الاستقرار السياسي في العشر سنوات الأخيرة اللي بتشاهد العديد من الدول العربية كل هذه العناصر اليوم كان لها دوره ويمكن نضيف إليها أيضا دكتور باسم جائحة كورونا التي لم توفر أي بلد وكان لديها أثر تحديدا وحسب التقرير على عملية المسائلة وكيف أنها قوضتها اليوم كيف تقرأ هذا الأثر لجائحة كورونا على معدلات الفساد ودول أصلا مثقل كاهلها بهذا الأزمة بكورونا وبالتالي من الصعب أن يكون هناك جهود إضافية لمكافحة الفساد الفيروس الآخر سؤال آخر موفق أشكر حضرتك عليه وعشان أجاوب عليه هدل حضرتك مثال بسيط ذكروا أيضا التقرير في أحد الملاحق بوضوح شديد وبدون تسمية بعض الدول أن هناك العديد من الحكومات التي استغلت الأزمة أصلا لتحقيق مصالح خاصة للمسؤولين أو مسؤول الإدارة الحكومية فيما يتعلق بتوزيع اللقاح على سبيل المثال بعض المنح المجانية التي وفرتها العديد من المنظمات الدولية ومنها المنظمة التي ننتمي إليها بشكل أو بآخر وبالتالي هذا القدر من عدم الوضوح وعدم الشفافية واستغلال الفرص لصالح العديد من المسؤولين والمنتسبين للجهاز الحكومي دون أن يكون هناك قدر واضح من المحاسبة والشفافية أدى بشكل مباشر إلى انخفاض هذا المؤشر أو انخفاض الترتيب وفقا لهذا المؤشر إذن الفيروس وقزم الكورونا زي ما حضرتك تفضلت أثرت تأثير سلبي على هذا التصنيف من ناحية زادت من معدل الإنفاق على محاربة هذا الأمر ونتيجة العدم الشفافية كان واضح جدا أنه ما فيش محاسبة ولا رقابة على هذا الإنفاق مما ساعد في تأخر المؤشر على كل حال ليس فقط في إشارة إلى هذا العام حتى السنوات العشر الأخيرة كان هناك روح مكانك بموضوع مكافحة الفساد على أمل أن المستقبل يكون أفضل شكرا جزيلا لك المستشار الاقتصادي الدولي في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الدكتور باسم حشات كنت معنا مباشرة من القاهرة